ملخص سريع لأهم الأحداث اللي هتحصل في الحلقة العشرة من مسلسل مربل عز وتعال نشوف ونحكي كل صورة بالزبط هيحصل فيها ايه وبنبدأ بصورة لمناع وهو عايز ينتقم من خليل وحادث الموضوع في دماغه وبيتفق مع فارس ان هم يسرقوا الخيل بينما جواهر مستمرة في موضوع المخطط بتاعها الصياخ كلهم راحوا لها على أساس ان بنت الوالي قليل موجودة عندها وجابوا حنطول وهمي ونزلت منه بنتها على أساس ان هي دي فالحارة كلها طبعا طمعت وراحوا وبعتوا كل الدهب بالشكل ده وغالب أخدوا ودخلوا على طول عنده أخته أما أبو زوير فكان قاعد معاهم بشكل مؤقت يعني لحد أخته وإخوه ما يهربوا جواهر يعني وغالب وبعد كده خرج بالشكل ده وركب الحصان وهرب وراهم على طول وبتبدأ تنتشر السحر والشعوزة في المكان وأبو جعفر بيلاقي ان فيه الصبونة بتاعته مش موجودة بتاعت تغسيد الأموات وبيروح للشيخ مالك وبيقول ان فيه حاجة غريبة بتحصل في الحارة والبنت اللي خطفت الصبونة بتروح للراجل الدجال وبتقول ان هي جابت اللي هو عايزه وشكلها كده نوية على حاجة وهو بيعملها لها وهو اللي باعتها علشان تسرق من أبو جعفر الترابي الصبونة دي والليفة بتاعت الأموات أما هنا فمن لها أبو جود جاب الراجل اللي المفروض كأعمى وقال له ان انت خلاص هتكون مبروك وعندحك على الحارة بيك هتيجي عندي وحتعمل نفسك ان انت بتطلع يعني الحية الكبيرة دي أنا كنت خايف منها وهطلع أصرخ وأقول ان أنا مش قادر عليها وان أنا خايف وانت هتطلعها وتقول ان هي جات علشان انت قريت عليها وان انت مبروك وفعلا بيحصل ده قدام كل الحي وقدام كل الحارة وبيحاول أبو جود يوهم الناس ان الراجل ده مبروك فعلا الصورة الجاية دي لجواهر وغالب وهم بيهربوا على طول بعد ما سرقوا الدهب أبو زهير بيستأذن وبيدخلوا بيقول للتجار ان هم هيروح يشوف الهانم اختارت ايه؟ لما بيروح علشان يشوف اذا كانت الهانم فعلا يعني اختارت السيغة ولا لا وبعد كده بيروح وطبعا بيخرج من الباب اللي موجود في قوضة جواهر طبعا محدش يعرف ان فيه باب سري وبيهرب على طول وبيروح عند جواهر والسياغ بيكتشفوا الحيلة وبيكتشفوا هروب جواهر واخوتها من المكان وبيكونوا زي المجانين الشيخ مالك بيروح للترابية ابو هادي وابو عشور علشان يتكلم معاهم ويقول لهم ان فيه حاجة غريبة بتحصل في الحي وفيه حاجات بتتختفي من عند الناس يعني فكان رايح بس عشان ينبههم ان هم يخضوا بالهم من اي حد يدخل او يخرج من هنا كانوا بيقولوا في حاجة قال لهم لا بس خدوا بالكم كويس جدا دبت نملة تكونوا عارفينها طبعا هم اصلا ما حششين وشاربين ما كانوش اصلا في وعيهم ولا فهمين حاجة اما بالنسبة لمنع وفارس فهنا كانوا بيرقبوا الراجل اللي المفروض حيسرقوا منه الخيل اللي اسمه الاغر رضوان من رابد المكان علشان يعرفوا فين بالزبط ممكن يدخلوا بنين او ممكن ازاي يعملوا الخطة لكن منع ما كانتش عايز زين يدخل معاهم في الموضوع وقال لازم تبعي زين عن الموضوع لكن فارس قال ان لازمنا واحد تالت يساعدنا وبالفعل منع وافق ان زين يكون معاهم لكن على شرط تكون دي اخر مرة يدخل معاهم في اي حاجة وان هم منويين يبوعوا الخيل دي علشان خاطر يجيبوا محلوا يقعدوا يسترزقوا منه ويبطلوا بقى عمليات السرقة اللي بيعملوها اما عن منع فراع على طول عند خليل وكان عامله كمين وولح في البيت اللي هو قاعد فيه اما بالنسبة للبنت اللي كانت عاملة دول نصحة فدلها اولتها وطمنها وقال لها لو استي حاجة تعاليلي وبيخلص تماما من خليل ومن تهديده دي البنت وكمان من كره وانتقامه المستمر لي ده كان ملخص لاحداث الحلقة العشرة من مسلسل مربع العزوي رب الفيديو يكون عجبكو لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها فعلوا الجرس عشان ينصلكوا كل جديد بنزلوا اهلا بكم في قناة قصة مسلسل اشوفكم على خير باي باي